اختيال زعيم القاعدة أو الشخص الثاني في القاعدة بالحقيقة هو أبو محمد المصري بطهران من قبل على الأرجح إسرائيل يعني هذا الخبر بالحقيقة ما أخذ كتير حقه من التحليلات على الأقل بالإعلام بسبب أنه انشغال الناس بقضايا أخرى بس أنا أعتقد أنه يستحق أنه نتوقف عنده شوي طبعاً يعني القصة كلها يعني بتحبل قدر من الغرابة لغير المتابعين زعيم القاعدة موجود في إيران ده في حد ذاته خبر صادم الموساد بتقتل زعيم القاعدة جوه إيران الموساد بتعمل هي عايزة جوه طهران كل القصة تبدو للناس بقدر من الغرابة في الحقيقة أن الجزء الأول منها وهو العلاقة بين إيران والقاعدة ليست كما يبدو للناس نديد دولة الممثلة للشيعة وده الطيار السني اللي بيتبح في الشيعة فنتيجة ده ما فيش علاقة بينهم فالحقيقة أن فيه علاقة علاقة أفأو قبت بأسراء لكن أيضاً هناك قدر من التعاون بينهم وليس فقط أبو محمد المصري بل هناك زعماء آخرين للقاعدة ما زالوا يمقيمين في إيران حتى الآن زي سيف العدل بالضبط يعني هو اللي هو الشخص المرشح اللي ياخد محل أبو محمد المصري وبالحقيقة حتى إذا كان في أخبار هلأ أنه الظواهر يمكن أن يكون مات أو على وشك أنه يموت إذا صار هذا الشيء فأنا أعتقد أن قبضة إيران على القاعدة ستصير محكمة أكثر وأكثر ترجمة نانسي قنقر